السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامكم في الطبع منغا وبيسوات هذا يصير الفصل 1061 قبل أن نبدأ الفصل قبل أن نقول كل شيء كل عام وطننا السعودية بألف خير بمناسبة اليوم الوطني 92 الله يديم علينا المحبة ويزيد هذا البلد ازدهار يجال الله نحتفل باليوم الوطني المئة لهذا البلد مع تحقيق رئية 20-30 ويشوف أشياء مرة مرة أسطورية وعالمية تحقيقت لهذا البلد والآن خلونا ندخل على الفصل وتحليل الفصل ويبدأ مع صفحة الغلاء طبعاً هذه الممرضة أنها نهاية قطية المنغا القصة الجانبية لعائلة إنسموك إنقاذ يونجي ونيجي الأخو الرابع والثاني الذي فقدوا أو اختطفوا أو اعتقلوا وقت الحرب أو وقت هروب لوفي من عند البيج مام والآن جاءوا أخوانهم حرورهم تعليق الكاتب كان حان وقت الهروب تكللت عملية إنقاذ نيجي ويونجي بالنجاح الممرضة أن هذه النهاية بس قال الغلاف 19 فلربما يكون الغلاف 20 هو النهاية فعلاً يورروننا سيزر لأن سيزر جمعهم هرب معهم كيف بيصير مع سيزر ومع جاجي هل بيقبل فيها هل بيانضم معاها هل بيعدون إنشاء منظمة المادز ويجبون مع مكوين بعد لش لا ما تأدريش اللي ممكن يسويه الكاتب في هذا الجانب فخلونا من هذا الجانب خلونا ندخل على الصفحة الأولى من الفصل نهاية الفصل اللي طاف أنا ما كنت أعرف فإذا لوفي فعلاً طاح بسط الماء ولا كان لسه طائر في الهواء ما كانت واضحة في هذا الفصل بدأت الفصل تضح لأن لوفي لا يزال طائر في الهواء وماسك في تشبر وقبعة تشبر قاعد تسحبهم للهواء يطيرهم بالتيار للهواء القوي بس شافوا أيضاً جولري بني خرجت من نص الدوامة فقال من تكون خرجت التو من الماء وش مد اليد الثاني البيت ممسك بشبر واليد الثاني مدها فذلك تظن عليها كي تصلب وتضح أن هذا القفاز اللي كان لابساً للبرد فمدها إليما قبض على جولة ربونية وجولة ربونية مطلحة من الماء قاعد تكح لأنها كانت حابسة أنفاسة تحت الماء والي ربما ابتلعت جزءاً من الماء فقاعدة تلهذو تكح لأن تلتقط أنفاسها أول كلام ظهر منها تسقط طلقت أنقذتني داري دع من أنت فجأة استوعبته دقة بريك مهلاً أين ذهب ذلك الوحش وقامت تطالع تحت اللحظة اللي قامت تطلع فيه تحت شبر أيضاً خايف وقامي طالع تحت طلعت علي على بد استفاوم عيونها لتزل دم بس جولة ربني عيونها كذن فتحت منه كان تباً لا يزال تحتنا لا يزال الوحش تحتنا اللحظة هذه انتقل المشهد على الطاقم اللي في السبينة زورو سنجي روبن نامي فرانكي كانوا قاعدين على حفة السبينة طرف السبينة وقالوا يطلعون فيهم طلعوا في لوفي واللي أنقذ البنت لأن زورو شق الدوامة فطلعت البنت فقاعدين يشوفون الموقف قاد يصير قدامهم يقولوا ربني صرخت فيهم انظروا للأسفل طالعوا تحتكم طالعوا تحتكم بس هم بعد يستعبون لحد كأنها كايت طائرة ورقية يعني واحد ثاني يقول يبدو أن تلك الطفلة تحاول أن تقول لنا شيئا واحد ثاني يعلق بار نسان يقول نعم كنت سمعت تقول انظروا للأسفل فكلهم طلت هد وين أبدأ الأودة في الاقتباس كاعدتها في فيلم عن السمك قرش عملاق جدا اسمه ميجا أو ميج ثري اللقطة كانت تشبه البوستر بشكل مطبيعي أن الوحش كان طبعا في الفيلم بوستر فيلم أنه سمك قرش عملاق جدا فاتح ثامه ومرة قاعدة على عوامة تطافية بلاستيك من الهواء تسبح في الماء ما بصوتها في وسط الماء وما تدري أنه سمك القرش يبلعها هذا البوستر حق الفيلم اقتبس أودة بالحرف كذا سمك القرش العملاق بس بشكل مرعب مرعب جدا الأسنان والنظرة والعيون وكذا فاتح فامه جاي من تحت كذا بيبتلع السفينة كذلك مو شي صغير لا هذا يدلك على ضخامة سمك القرش أن السفينة كلا تدخل في ثامه فقل لهم يوجد شي مخيف تحت الماء لنعرف من هنا بصرحة طبعا فعليا السفينة قفزت تلعب سفينة بالكامل لأنه بتلع الهواء ما في شي بتلعب ومن النظرة الأولى لسبق القرش يمديك تشوف أنه ما هو تصميم طبيعي أو يعني مخلوق طبيعي تبين معدني تبين أنه آلي العجاجات اللي فيه تحس صفائح معدنية مركبة فوق بعض أسنان منطبيعية خشم منطبيعي ولا ومنقوش عليه في الجنب كلمة UNK ثلاث حروف وعن في حرف رابع موجود بسمه مبين لأنه تحت الماء كلنا لحظناه وفسرناه وقت live action على طول كده بشكل سريع بانك لأن هذا الكلمة الوعيدة يتنطق بانك من إيش من دكتور فيجابانك الدكتور فيجابانك واضح واضح وضح الشمس فما أمد السفينة بتاع عدد الماء يبدي يطشر عليهم لزورة بدايسر يقول ما هذا الشي النوع عملاغ جدا وهل هو مصنوع من المعدن يعني شكله فعلا معدني تأكيد عن كلام لأنه آلي ما هو الطبيعي جمبي صرخ بهم تشبثوا جيدا فسيكون هبوطنا صعبا لأنهم طيرين في الهواء والأمواج تطلاطا ف يصقعهم كذا فاجأ جمبي قاعد يطال يقول اللعنة لوفي والبقية يعني لوفي مع تشبر والبنت هذي سقطوا في البحر امسك الطارة يا فرانكي وحرك السفينة جبها عند مكان سقوطهم طبعا لما يقول حق فرانكي يمسك الطارة لأنه في السابق اللي ناسي اللي كان يقود السفينة كان فرانكي لأنه فرانكي هو أخبر واحد بإمكانية السفينة وقدراته والشغلات اللي أضافها فيها فجمبي وبدو اللحظة التردد ليش جمبي على طول قفز في الماء اللي هو يحرفهم طبعا مستخدم فوق الشيطان فاللحظة اللي يطعم في الماء بيصروا مثل الصخرة غير قادرين على الحراق غير قادرين على التنفس بيغسلوا مثل الصخرة فسط المحر ولكن أنا قلنا ذا الشي أن الطاقم من زمان من زمان من زمان محتاج واحد من اليوجن معاهم وليس أي يوجن وإنما سمكرش حقيقي وليس معدني صناعي مثلا الكلب البحر إنه ابن البحر الأول جنبي بوف على طول كذا سقط وطبعا فرانكي صارخ قال ما كاسيرو دع الأمر اللي راح بيمسك طارة السفينة وفعلا فرانكي أول ما ممسك السفينة قام يقول كذا قاع السفينة وطلع لنا شي تحت السفينة كذا فتح زي الباب وظهر زي البرميل اللي حملاق ضخم كذا داخل مروحة كبيرة جدا البرميل عليه أذنين أرنب الأشرعة لا تقدر عن طريق تحريك كل المروحة اللي تحت أنك تحرك السفينة كأنك طراد يعني بسط البحر طراد متقدم زمن الحال أنك تحط المروحة في الخلف وتحرك كمين يصار فالقارب يتحرك كمين يصار ثم على بالهم أنه كذا هربنا من السمك القرش الكاب يكلنا حين بنسوي كذا دوران بلف فرانكي بنروح مكالفه لو يتحرك سفينة يتحرك ولكن هيهات هيهات جاءت المشهد على سمك القرش كذا وعيون كذا بيب 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 كاعدة تبحث بذلك بعدين جاءت كذا زي علامة التصويب البول زي علامة التصويب اللي على البندقية أو على أي شيء وعلى المبارة أو على جهاز تصويب آلي جاءت على السفينة بيب بيب خلاص صوب على السفينة ويفتح ثامها حتى ما كانت القرش وضدي كذا مو بواحد بل اثنين انطلقوا على السفينة على طول اللي على السفينة فجأة ما اسمع الله بوف انفجار كذم تحت السفينة من الجنب الçarبung من الجنب فالسفينة فقت توازنه ويلت كذا في الهو وكل الذين hando فجأة فرانكي وكل اللي يطلقون أنقال انقلبت السفينة كلهم طاروا برا سفينة زوروا يسبوا فرانكي كلهم طاروا وطبعا المبدع سانجي هم الوحيد انقاذ البلاد فبدأ يصرح روبين جوان نامي سان طبعا انقاذ روبين اهم من انقاذ نامي لان روبين في اللحظة اللي تنفس الماي بتصير برضو زي لوفي صخرة قير قادرة على الحراس فبدأ فعلان يغصون داخل الماي والسفينة كومبليتل انقلبت داخل الماي جيمبي في اللحظة هذي وصل الى عند مكان لوفي تشبر ومعهم طبعا جولة ريبوني باي قد قلوا لا تقلقا يا اهلي في وكبر ها قد اتيت الانقاذكم على طول مسك لوفي على كتف اليمين وحطته الي ريبوني ووكبر على الكتف اليسار وول ما ش الى اهم مسكوا مسمعوا بو بو بالانفجار اللي صار حار طربيدي الانفجار اللي قلب للسفينة ما كان ذلك الصوت كان صوت الفجار وبعده اهوا يتماسكوا ورا نطلع الى السطح على طول ف oftf z2 يعس كذا طبعاvery قام القرش يسبح في الماء فهو سريع سريع بكل ما تعني الكلمة وشش طار على طول أول ما تقال على السطح مبينين هنا سبك القرش جايهم بالطريق قريب جدا منهم بس من بينه اللي زعنفتها حاليا فأول ما ظهروا بـ قاعدين كوحنا توقعنا تشبر اللي علق يقول قاله من تيار هائل الموج قاعد يتلاطم الجو من دون شيء معفوس والأمواج عالية وعاتية وزودنا على ذلك الانفجار اللي توه صار من الطربيد هذا سوه زعزعة في الماء أكثر جمبي قاعد يقول سيكون التحكم بالسفينة صعب على فرانكي في الوضع هذا يعني مستحيل شبه مستحيل أنك تتحكم بالسفينة بذل الأمواج المتلاطمة انتو تحت الماء عصر انتو ما تهدري فجأة جمبي كسمك قرش شاف سمك القرش اللي جمه جاي موجه عليهم فأتح ذامها ومن داخل الثم طالع مدفع مدفع بسا جمبي قاعد يقول ناني ويش سوء مدفع اياه ويش صاير وفعلا أعلى طول ما تردد ولا تأخر سمك القرش انطلقت مدفعية فجمبي صارخ في لوفي ويشبر وجولي ريبوني طبعا ما يدينا جولي ريبوني حتى الآن استنشقوا الكثير من الهواء سندخل إلى الماء ما عنده مكان يهرب لأيلا الماء لأنه تحت الماء هو أسرع ما يكون فجأة اللقطة على لوفي ويشبر وجولي ريبوني بشكل مرة مرة كمودي فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رابعنا نجو من الانفجار فعلا ولكن سمك القرش التفت وشاف السفينة قاعد تضغوص واللي فيها قاعدين يغصون معاها وعلى الاغلب كان فرانك اللي علق وقال يقول لا استطيع السعود الى السطح من شدة سرعة التيار يعني اتوقعنا قاعد يحاول القود السفينة قاعد يحاول يعدل السفينة قاعد هو بنفسه بيصعد مبقادر المهم انهم مبقادرين يصعدون الى السطح قاعدين داخل الماء وقاعدين يغصوهم السفينة وطاقم كلهم قاعدين يغصوهم بسط الماء فجاك سمك القرشي بعد ما بتفت عليهم كذا قم طلع السونا حركة اللي يعني جاي عال يبي يهجم يبي يقتل كذا خلاص بيهجم عليهم فجأة سمك القرش انتبه للشي صح من قلات لمبات استفان فدراسا وعيونه اقبعت كذا فيظهر للكاتب ان بجوار سمك القرش ظاهر رجل آلي عملاق قريب جدا من شكل فرانكي الجينر فرانكي لكن جينر فرانكي صغير رجلنا يركب في السفينة عادي يعني يكون فوكسط السفينة هذا الرجل العملاق اللي ظهر اكبر من سمك القرش سمك القرش كان بيبتلع السفينة الرجل الآلي اللي ظهر مر مر عملاق ولكن برضو ملاحظة اضافية شكل الرجل الآلي يشبه انمي قديم اسمه تاتسوجين ثمانية وعشرين الرجل معروف عندنا في العالم العربي باسم راعد العملاق لو بحثت في جوجل كذا كذا راعد العملاق رح يطلع لك يا تاتسوجين ثمانية وعشرين الرجل الآلي هذا ظهر بجوار سمك القرش فجأة من العدم ظهر كذا او جنب سمك القرش فجر بطنه طبعا الاستدام كان معدني بالكامل يعني تتكلم عن لاكمة رجل الآلي معدني في سمك قرش معدني ولكن واضح ان الآلي اقوى ويوم ضرب الآلي يفتر شفنا خلفه زي محركات نفاذة عملاقة ما تدري هي مراوح يا قاذفات هوا وش وفا واضح انه متطور لربما بس يقدر يسمح لربما حتى يقدر يطير في الهواء الطاقم كله قاعد يغوص في الماء زوروا ماسك تاما كذا عشان ما يسحب ماء وليات الثاني ماسك الشعر الكاتش حق بروك عشان بروك مستخدفة كاد شيطان سانجي منقذ روبن يسبوه قاعدة الله الله كذا منتهي فتحس الطاقم من تكبين على الآخر فجأة الكاتب يقطع الماشادينا يقول لك جزيرة قريبة يعني الجزيرة هذي اللي بنتكلم عنها عاليا قريبة من الموقع اللي هم فيه حاليا ويعطيك يا كذا قاعدة الجي فورتين التابعة لمقر البحرية طبع اللي ما يذكر هذه القاعدة تكلمه من قبل عن أن السموكر كان من هذه القاعدة أصلا يجي من هذه القاعدة والقوات اللي ما أكره من هذه القاعدة فعلى طول الأول ما شهر جاء حان وقت الدواء يا صغار التزموا فيه ويعطيك الكاتب الطاقة التعريفية عقيد في قوات البحرية فاشي جي اللي نائبة السموكر اللي مو بذاكر سلفة الصغار وسلفة الدواء للتذكير فقط لغير في حدث البنك هزر في نهاية الحدث كان فيها أطفالهم سوي عليهم سيزر الحقير العبقري تجارب عملكة يعني يخليهم عمالقة وقال إنه ما يقدر حتى يعكس التجربة ولا لهم أي خيار إلا أنهم يموتون وحتى تشبر يوم اكتشف قال لهم مقفو أخذ الدواء اللي يعطيكم إياه بس قاعد يخليكم تكبرون تكبرون وبنهاية راح تموتون سيزر اعترف إنه مو بقدر يعالجهم إني خلاص بيموتون بيموتون الأطفال ديلي وتكبر كذلك قال أنا ما عندي لهم إلا علاج يخفف أعراض الألم والمضاعفات اللي يجيهم فقط لغير فما عندي لهم علاج ينقذهم ما يشفيهم فهين تشقي قالت رح ناخذ الأطفال ديلي إلى دكتور فيغا باين فظهر الأطفال هنا واتضح لنا من اللحظة الأولى أنه مفاعل أصغر من أحجامهم اللي كانوا عليها في بانك هازر فهو أول طفل قال لأنك أنت من طالب ذلك فسأشرب الدواء يا تشقي تشان واضح أن البازر هذا خق عليها يعني قاعد يشرب الدواء عشان واحد ثاني يقول إيه مذاقم مقرف طبيعي دواء يعني أكيد مذاقم مقرف وهذا يحسني برعة قية بس هذا الدواء فعلا مو بزي حق سيزر طعم حلو وكان زي الكاندي يكلونا وفرحانين فيه بس يضرهم لا الدواء اللي جيب نتاعج ويعالجك هو الدواء اللي مذاقه سيئة حبزة 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 حربوه هنا موتشا البنت اللي كانت أضخم واحدة بهم أكبر واحدة بهم تعملقت فعلا كانت مرة 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 ضخمة تقول أشعر أنني تقلصت كثيرا أنه يحط يدينا في يد فشقي فتشقي ترد عليها تقول لا أجل فلم أستطع التعرف عليك اللي واهلة يا موتشا هناك الدواء فعلا قاعد تجيب نتيجة وكل الأطفال فيه في من الأطفال اللي كانوا عمالقة أصبح حتى أصغر من الجنود الجنود طبعا قاعدين يمشون عليهم يحطونهم الدواء واحد 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 واضح طبعا أنهم حطين يعني بلونات في الغرفة وكذا واضح أن تشقي مجبرة كل الجنود اللي الجنود ديري كلهم سيئين السمع على فكرة طبعا جات فجأة بنت من وراء تشقي وقالت لا هلا تحدثنا قليلا يا تشقي وهنا الكاتب أعطاننا البطاقة التعريفية لهذه البنت قائدة قاعدة الجي فورتين نائب أدميرال دول إذا ما لقل طال سموكر أيضا أخذ رطبة نائب أدميرال حنين ولكن القائد على هذه القاعدة هي البنت هذه دول وليس سموكر إن عندنا هو سموكر موجود في هذه القاعدة أو أخذها كمقر له فهو ليس قائد هذه القاعدة فأي جاي تقول هل يمكنك التصرب بشأن ذلك الطفل اللعين هي اللي ميبو؟ اللي ما يذكر منه هي اللي ميبو؟ هي ميبو هو صديق كوبي اللي كان معاه من الجزيرة اللي أولا من ثاني حدث ظهر في القصة حدث انضمهم زور للوفي هو ابن الكابتن الناسي اسمه مورغانا ومورغانز باش كان اسمه لياده كان فيها زي الفاس ياده مقطوع ومركب في الفاس فهنا رد التشقيقات لا أستطيع فحياة صديقه المقرب في خطر وحتى أنا قلق أيضا على العقيد كوبي فهو زميل الأصغر زميل الأصغر يعني كوهاي يعني هي رطبة عقيد تشقي كوبي أيضا برطبة عقيده ولكن هي وصلت إلى هذه الرطبة قبلها فتعتبر هي السمباي لكوبي فتقول أنا قلق على الكوهاي حقي كوبي بلا أنا أطول في الصفحة اللي بعدها ظهر رائد في قوات البحرية هيميليبو أو هيميميبو بس ظهر بابل قوسين كلمة سورد يعني أنه تراه هذا الشخص من فرقة السورد وما ظهر في المطاقة التعريفية للدول ولا حتى لتشقي كلمة سورد وهذا الشيء على ما أظن على ما أظن أن تنميح من الكاتب النترى لا تشقي ولا حتى نائب الأدميرال هذه الدول من منظمة السورد السرية مم مش أنظمي فيها جاي هذا هيميليبو يبكي أرجوكم على أسناني فاقا من قاعد يكلم ناس طبعا يظهر من اللي قاعد يكلمهم بعد شوي بس الكاتب أعطاننا برضو مقدم آخر يعني رطبة أقل حتى من هيميليبو رائد مقدم أو لربما أعلى ما لي خبرة في الرطبة العسكرية كثير بس اسمها هيباري هذه أول مرة تظهر هذه الفتاة عليها زي السماعات غريبة بشكلها بس برضو ظهر بين قوسين كلمة سورد فلو الكاتب يبي يقول لنا أن هذه نائبة الأدميرال اللي يسمها الدول اللي ظهرت أولا من منظمة السورد كان حط بين قوسين لها سورد وأيضا كان وضع تشيقي كان بيّ لنا تشيقي من منظمة السورد فإذا تشيقي أيضا ليست من منظمة السورد لربما أن حتى سموكر اللي احنا كنا مفترضين أو قلنا أكيد مدام كوبي منها فأكيد أنه منها ممكن ترى حتى سموكر ليس من منظمة السورد لأن الملازم حقت أو مساعدتها اللي دائما معاه تشيقي ليست من من منظمة ويمكن حتى من الملازمة الله على أجل يدي البنت أبكي على كذلك أتوسل إليكم فألة مدينة لكوبي سيمباي يعني هذي تعتبر كوبي سيمباي لها زي ما كوبي يعتبر تشيقي سيمباي هذي تعتبر كوبي بالنسبة لها سيمباي ظهر طبعا الشخصية اللي قاعد يتكلم معها اسمها برينس غروس برينس غروس هذا رير أدميرال إذا ما أنا غلطان هي نفس رتبة سموكر وعلى الأغلب ما أنا متأكد والله سموكر كان نائب أدميرال ولا رير أدميرال ما أنا بعارف ليس من اللواء اللواء في قوات البحرية ما هو بزي الأدميرال يعني ما وصل كيزارو ولا حتى نائب أدميرال أقل من نائب أدميرال بس برضو هذا الشخص رتبة العالية اللي تعتبر أحلى حتى من كوبي يعتبر من منظمة السورد واضح أنه عنده فرقة كاملة وراه يعني معه أربع أتباع كل واحد منهم يقول الزود عندي من حيث الجسد ومدام قائدهم من السورد ومدام أنه يتكلم معه بكل ريحية عن كوبي ربما اللي وياها الأربعة هذين كلهم من السورد وربما لا بس هو اللي هو البرينس هذا من السورد زي ما قلنا إلى الآن إذا الكاتب ما أعطى تأكيد أنه منظمة السورد لا تجزم حاليا اللي ظهروا لنا فور شور من منظمة السورد هم كوبي إكسدريك هلميبو إيباري وبرينس هذا الخمسة هم المؤكد حاليا من منظمة السورد الباقي كلها افتراضات لا نستطيع أن نجزم على أي شيء ولا نستطيع أن ننفي أي شيء هنا هلميبو يقول أرجوك أيها الأمير تعال معنا إلى جزيرة القراسين الأمير لأنه اسمه برينس غروس هل هو فألا أمير ولا بس عشان لقبك الأمير ما ندري أو هو حساس أنه اسمه برينس ما ندري يرد عليها البرينس هذا جزيرة القراسين أنها معقلة اليومكو اللي هي السوداء تتكلم عن المقر الرئيسي لأحد اليومكو معقلة اللحظة التي نطأ فيها تطأ فيها الرجل لتلك الجزيرة سيحاصرنا القراسين من كل جهة مثل النحل يبون يقتلونها لهذا السبب أطلق عليها لقب أو أطلق عندك الجزيرة لقب خلية النحل البيهاير إنه بس تنزل عليها يتجمع عليك القراسين مثل النحل يقرسون لقب خلية المغنى هذا اللي صار مع قيك كومورية نفسه يومنا نزل على الجزيرة يبدو يهجمونه 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 ليهما قضوا عليه ولا ندري حتى الآن إذا مات وسرقت فاكهته ولا نضم تحتم حليف إلى الآن كاتب ما تطرق اللي صار حق قيك كومورية نهائيا يمينبو هنا وهو يبكي يقول ولكن جزيرتنا قريبة من إجهد جزيرة إجهد فلماذا لناخذ السرافين معنا روح ناخذ السرافين معنا ونحجب على جزيرة البلاك بيرد اللي البيهاير بدل برينس يصرح هل فقدتم مع عقليكما أنتم تحلية بالهدوء قليلا فنحن نازل نستطيع التواصل مع دريك دريك طبعا آخر ما شاهد شفنا له كان مع باسر الكوكس باسر الكوكس طاح وشكله مات وكستريك ملادي إذا مات أو لا يزع على قدر حياة ما نظهر لنا الكاتب ذا الشيء ما قاعدين لازم تدركوش الوضع اللي احنا فيه والوضع اللي احنا فيه ما يسمح لنا بالتحرك الآن يعني احنا ملظمة سرية ملظمة السورد وضعنا صعب واحد منا معتقل الثاني ملادي منا فيه يعني واحد صادر البلاك بيرد كستريك ملادي يشتر عليه طبعا نروح بعد حق البلاك بيرد ونمتهي ونمسح انتقى المشهد إلى مجموعة لوفي اللي فعليا سباح وسباح وليما وصلوا للجزيرة اليوم كانوا قريبين منها وبدت هنا جولاري بوني اللي رجعت للحجمها الطبيعي إذا لم كان الطفلة رجعت للجسمها الطبيعي قالت ألا تعرف من أكون تهزة في لوفي أنا من الجيل الأسوأ مثلك تماما يعني أنا زيك كنت ورس جينيريشن أنا ورس جينيريشن طبعا الجيل الأسوأ هذا اللقب أطلق على السوبر نوفا اللي ظهروا أو كل من كانت مكافاته فوق المئة مليون فاترت قبل السنتين في أرخبيل شابودي اللي هجموا على واحد من التلين السممية واضطر هناك كيزارو يجيوا يتقاتلوا يوم بعدين حربوا كلهم الجزيرة وصارت البلاوية كلهم وضيف البلاك بيرد إلى هذه القائمة قائمة الجيل الأسوأ لأنه يعتبر قرصان ظهر في نفس وقتهم فعلا هو شيشي بوكاي بس بعد حديثة مريفورد انفصل وصار قرصان فذلك الحقبة كل القراص اللي ظهروا فيها من كافاته فوق المئة مليون يعتبرون من الجيل الأسوأ تقوم الكلام تقول كلانا كنا في الشابودي قبل السنتين يعني أنا كنت مثلك في الشابودي قبل السنتين في الحادثة الماساوية اللي صارت دي ورد واحد ثاني ما أدري هو لوفي أو جيمبي أو كيف أو أنت أيضا من الجيل الأسوأ ومعنها بوني كانت رغم أنها رجعت الحجم الطبيعي كانت تفسخ ملابس وتعصرها نشف الماء منها تقول لا اسمي بوني ولا تنسني أنا عدوة ولكن شكرا لك على إنقاذي يرد لوف كل برود لا شكرا على واجب يا بوغي سمى بوني تقول لك بوني هيا سمى أبوغي طبعا هنا تأكيد على أن الجزيرة برضو فعلا شتوية قاعد يقول آه هنا الجو بارد جدا يعني قاعد برضو ينشف ملابس لوفي بس يحس بالبرد هنا بوني علقت قالت هل هذا الشخص ينكو حقا يعني هل أنا قاعد أكلم ينكو تصرفاته باردة شخصية باردة ممطبيعية هنا علقت بوني قالت بالمناسبة اشتغل فتبنصق المطلوبين حقك ليش شعرك كان فيه أبيض فادي من هذا الشيء أذار ضجة في الصحافة في العالم فيرد لوفي بكل برود يقول آه صح وطبعا يوم قال بالكلم وحرك يدينا بالطريقة ذي يدينا تحركت وتغيرت شكلها مثل ما كان شكله يومنا كان في الجير الخامس فقال آه تلك هي هيئتي عندما أصبح حرا يعني لما أكون أنا كامل حرية أطلق الحرية لنفسي أعرك وتصرف بحرية هذه هيئتي هيقلب شعري لون أبيض قالت له واش تقصد بعدها قالت له هل هيئتي حال ما تشعر بالقلق على رفاقك يعني ربعك طاقمك ما قبرت طاقمك في البحر سبينا انقلبت ما أنتم خيب عليهم فرد لوفي قال آه بيدبرون أمرهم بطريقة المالات خافين شي 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 كذا كل البرود وبنفس هيئته على طريقة المعتادة لما يكون فعلا في الجير الخامس كملت جوليري بني كلامه بصدمة لا أكاد ولا أصدق أن فارس البحر جمبي ابن البحر الأول فارس البحر الأول جمبي انضم إليكم أيضا يعني إجدد الطاقم المجنون أنتم كوية من دون شيء وجمبي انضم معاكم حين جمبي رد عليها السواق قال طيب انت اش صار على السفينة انتش رفاقي يعني شبناش بسط البحر وين السفينة وين رابعش السالفة فردت قالت أتيت هنا واحد يعني جيت هنا وبالحالي بدون طاقمي أما سفينتي فقد التهمى ذلك الوحش المعدني طبعا قبل فصلة فصلين شفناها كده فسط الدوامة الكل قام يقول آه شون جات هنا ساف وطيرها كومة طيرها حين جاتنا الإجابة بكل وضوح أنه كانت في سفينة وفجأة الوحش هذا هاجم سفينتها تلعها وانتهى بها المطاف في سافتها الدوامة الحار هذه الدوامة الماء الحار شون تخلط داخل دوامة الماء الحار شون طلعها هذه تجي التفاصيل هذه بعدين لا تخافوا المهم قامتي تقول المهم بدأت أشعر بالجوع يعني كعدادتي دائما تجوع دائما تاكل أعتقد أن هذا الشيء مرتبط بقدراته أنه كلمة كبارت في السنة وصغرت في السن لازم تاكل يعني قدرات تستهلك منها الطعام أعتقد ما أعدني ما أكد هذا الشيء هيا للوفي قد لا بحث عن مطعم فحتى أن أجاه لما تقل لي نبحث عن مطعم ، أنت نزلت لجزيرة مبروض أنه فيها سكان، فيها مطاعم، فيها مقايا، فيها متاجر، ناس تبعا تشترين فها هذا ما أقصد للوفي أكبر الرد عني قال هل لديك أي مال لوفي يعني ترة تشترين من المطعم وتنزلت معنك فلوس فردت جولاري بنيب بسلوب مرة مرة وغاضب أيها الحمق الجهلة لا وجود لمطاعم هنا فهذه جزيرة تابعة لحكومة العالم سأخبركم عنها ما دمتم تجهلونها يعني انتم عليهم متى تحت في اي جزيرة احنا نجح عنين صجد تقول لي جميع مطعم احنا في جزيرة تابعة لحكومة العالم ما في مطاعم هنا ما في متاجر ما في مطاعم ناس تشتري تبيع فلوس تدفع تشتري هذا قصدها فبدأ تعطيم المعلومات نحن في جزيرة ايج هد التي يقال بأنها تجسد المستقبل بعد خمسمائة سنة وفيها معمل ابحاث الدكتور فيجابانك نعم يا سادة نعم يا سادة اخيرا 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 نصلي لجزيرة فيجابانك واخيرا دخلنا في احداث فيجابانك ونبارك لقول ابحمد نهامي اللي توقع هذا الشيء ما ادري متى قبل ستة شهور قبل سنة قبل سنتين كان في سؤال في القناة في حد فيتو او فيذوث ولا ما امذاكر واشي الجزيرة واشي الحدث الى بعد وانه كل واحد منه شي طاح قال الباف انا كنت امران personally وكنت متحمس بلباف بشكل منطبيعي ولكن المحمد الطبع قالший الحدث القادم دكتور فيجابانك وبأصابها فيها بأعلن الحدث القادم هو دكتور فيجابانك. حدث الحالي اللي دخلناه حاليا هو دكتور فيجابانك. واحد علق فيجابانك اعرف هذا الاسم. اظن ان اللي علق لوفي ان اللي كلم لوفي عن دكتور فيجابانك كان هو كوبي نفسه في حدث وتر سفن. يوم كان كوبي يقول لهم ان دكتور فيجابانك اخترع اه طريقا تقطية السفينة بالاحجار الكيروسكية تقدر تمحر في البحر او في الحزام الهادئ. اظن ما انا متأكد. ان اكملت كلامه قالت هذا هو سبب مجيئي الى هنا فلدي امر علي تسويته معه. اي هاف بيزنس تساتل وذهم. هذه المقولة تفسر باكثر من طريقة. ان انا كد من تفقه ايه على شيء واخرل بالشيء فجاء تصفي مع الحسابات. هو سوى شيء غلط وانا جاء حاسب عليه حول كومة بردلومي كومة الى بلسافيسته عالي وافقده ذكرته. فانا احب كومة وكانت غاضبة جدا وبكت عليها وشوفتها في جزيرة عفن في ماريجيوام. اي جاي عيدها اقبر تنتقم منه جاي تطلب منه يرجع ذكريات ويرجعكمها الى الشخص اللطيف الطيب اللي هو فيه. في عدة تفسيرات لهذه الكلمة. المؤمنة الكاتف هنا ورعنا صورة كده من بعيد للجزيرة. كيف انه موم في الكهف في جنب الجزيرة. الجزيرة كبيرة ما يدمر مرز يعني كبيرة بس كبيرة تعتبر. فيها شجار ضخمة وفيها زي الراس المعدني طالع فيها زي البيضة مفتوحة كده وحولها حلقة معدنية. واضح ان الجزيرة رغم انها في الاساس كانت جزيرة مهجورة او يعني غابة كده خرابة ما في شيء الا ان فيجابانك جيو سوى فيها معمل ابحاثة وطورة طورة طورة فالجزيرة راح تكون متطورة بشكل مطبيعي خمس سنوات في خمسمائة سنة في المستقبل شيء مطبيعي. رجعنا رابعنا السفينة والجل آلي فعلا طالع من البحر ما تدري هو طاير هو قاعد يمشي على البحر من كثرة ما هو عملاق وضخم بس السفينة اللي كل رابعنا فيها شايلة في دينا كده كان لعبة. سفينة سلوفي السانيقو اللي تعتبر ضخمة وكل طاقمنا فيها هو شايلة في دينا كده كان لعبة. ظهر الماشد على فرانكي حيونه قلت انه انه طلعت قامت تلمع لانه قاعد يجيب في حلمة قوية بيصير ساموراي عملاق شاف قدامه حلمة. ونائمي قاعد كده تصب منها الماء وزور يصب منها الماء وكلهم يتنفسون يعني واضحا بفوق السفينة عيون يسبوا وفرانكي طالع النجوم كده اه انه روبوت عملاق رجل آلي عملاق. وراني الكاتف في فريم اخير الابله كريبه. واللي واضح لي انه بر الصندوق فعلا يعني طالع من الصندوق اللي وكان فيه وتم انقاذه ووضع على السفينة هل لحظوه ما لحظوه يدروح وجوده من اولهم سجنينا ما نادري كريبه موجوده بس لا تسأل لي شلون ولماذا موجود. فجأة من وسط الآلي ظهر شخص وبدأ يتكلم. بس ما ادري ظهر من الصدر من فتحة في الصدر فتحة من الفم من الراس ما ادري يعني ما وضح الكاتب مكان او موقع خروج هذا الشخص من داخل الآلي. بس بدأ يتكلم لا فائدة دعمي ده يعني ما استفد. فشلت ثانية يعني لازلت افشل يعني للمرة طبعا زي ما قلت لكم انا ماتي ذا علاقة على هذا الشيء او نسيت اقول ان ان ظهر سمك القرش اللي مكتوب عليه ببانك كان مكتوب على جناح سمك القرش زيرو ثري. يعني هذاك سمك القرش كانت تجربة ثالثة. فهذا الشخص اللي ظهر يقول فشلت ثانية يعني مرة اخرى. فما هو السبب هذه المرة يا ترى يعني كان يتساءل يقول مرة اخرى فشلت ليش? ألا تستطيع كبح رغبتك الحيوانية اللي واضح ان الشخص قاعد يتكلم عن سمك القرش ان سمك القرش كان يدفع بشكل حيواني يطلع عسانا كذا ما انا رغبتها الابتلاع في الاكل خلتها يهجم بشكل حيواني. فعن جابوا روبن جابوا بروك وجابوا سانجي سانجي قل. لقد خرج منه شخص. في شخص طلع من نصف الآلي. الملاحبة ثاني. الآلي اللي ظهر هذا العملاق اللي شايل السفينة على يدينا. كان مكتوب على كتفه هنا. نعش. ووضع انه حتى الآلي هذا للعملاق. والنصح رقبث نعش. كلهم نسخ نسخ. فالشخص اللي ظهر كان حطنا افضلات على العينة. بدأ يشيله وقال منذ قسيلا الإزعاج. يعني من قهرنا فشل في التجربة. رانكي على اطول بدأ بالتحدث مع الشخص اللي ظهر. لا أعلم من تكون. ولكن شكرا على إنقاذنا. بدأ شخص يتكلم يقول الأوامر التي ألقيتها على القرش الآلي كانت الاستطلاع والإبلاغ. واطلاق الغذائف فقط. يعني أنا أوامري مبرمج القرش على أوامر معينة. ابحث في البحر استطلع. إذا استكشفت شيء لاحظت فينا جاءت خلط في النطاق. بلغ. عطني أمر بلغني. واطلق قذائف فقط. إن استمر بالتهام السفن. فلن نجني منها أي غنائم. لابد أنني ارتكبت خطأ برمجيا. يعني وانا برمجة جبت العيد. وانا برمجة سمك القرش غلط. عجل كده دمر. الرجل عجل كده دمر سمك القرش لأنه ما أعطى سمك القرش أمر بابتلاع السفن. لأنني أحتاج الغنائم من السفن. أحتاج أخذ من السفن سبير بارت وغيرها. بنتكلم عن ذا شيء أكثر بعد شو. فجأة شال النظارة والخوذة اللي كانت على راسها. واللي بايداوي. والأعظم من جد الخوذة. هذه تشبه بشكل كبير الخوذة اللي تلبس أكوالها. ويلبس ذاك الدكتور المجون في الجيش التاوي. ردت طبعا يوم شالة الخوذة اتضح أنه فعلا بنت. بنت وليس ولد. بنت في مقتبل العمر. بنت يعني أمر عشرين خمسة وثلاث عشرين بالكثير. وترد على فرانكي من قال أنني أنقذتكم أيها القراصنة. من قال لك اللي أنا أنقذتكم؟ من قاعد يقول المهم العبقري المتواضح. الدكتور فيغا بانك. والنقطة المهمة والنحظة ثانية مهمة على هذه الصورة. زودنا على أن البنت مغطي عينها سيد ما سنجي وعينتي يغطون واحدة من العيون. على الصدر كان مكتوب بانك زيرو تو. يعني هذه برضو رزخة وليست هي فعلا دكتور فيغا بانك. طبعا جات النظريات بلا هوادة من كل من كل حجب وكل سيل تسقط نظريات 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 عن دكتور فيغا بانك وعلى وضعها بعد ظهور هذه الصورة المجنونة. وقت اللايف أنا صدامت صدقت أنه هو هو فعلا دكتور فيغا بانك ودكتور فيغا بانك وشباب. بس في أشياء كثيرة طبعا على كده أنت الفصل وللأسف نعم سبوع الجيء ما في فصل فبنتم سبوعين كاملين تناقش منه دكتور فيغا بانك وش سبوع بلا 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 بلا. طبعا التوقف من الكاتب لأن عادة ها لما يكون التوقف من المجلة ما يكتبون لك لا يوليو لفصل سبوع القادم بس خلاص المجلة مصدرة انتعاد. ولكن المجلة ستصدر ولكن لن يوجد فصل ون بيس الأسبوع القادم للأسف. مثل ما أن السبوعه هذا ما في فصل بلاك لوفر بس في مجلال ت 했 أ respuesta يقضي مجلة ت هين جيم به في فصل بلاك لوفر ان شاء الله بس ما في فصل ون بيس. هذه المجتاب يأخذون برايك وقودة عاليا هو أكثر كاتب يأخذ برايكات بس نتحمل معنا المشكلة أنه مبدع وقعد يظهر أشياء مجنونة ومستمر لأكثر من ألف وواحد ستين فاصل ما توقف يعتبر يعني مقاراتا بالكتاب الثانين عدا كاتب إبو إذا من الغلطان وأقل توقفات يعني كاتب إبو أقل توقفات وصل فوق الألف كاتب كنا عند توقفات كثيرة في وصف فوق الألف والبقية موقفين خشار ووان بيس يعني من الوحيد اللي وصل فوق الألف وأقلهم توقفات يعني ندخل على نظريات تحليلات دكتور فيغا بانك مبدأ بنظريتي أنا أو رأيتي أنا الشخصية أن دكتور فيغا بانك عالم مجنون ومخترع مطبيعي مشابه لآيرون مان اللي هو ستارك توني ستارك من المارفل يصنع آليين يتحكب فيهم عن بعد فهذه الشخصية البنت اللي ظهرت هو نفس دكتور فيغا بانك يعني هو يتحكب فيه هو يتكلم عن طريقها قد يتكلم عن طريقها بس إنه سايبورغ آلي بالكامل توقفر فيغا بانك موجود في المعمل داخل داخل الجزيرة وقال يخترع ويسوي كل شيء وهذه 0-2 فيه 0-1 وفيه 0-3 وفيه 0-4 ممتشرين في الجزيرة ويجمعون للأشياء عشان يخترع ويتطور ويجيب اختراعات أكثر يساعدونها في العمل هذا النظريتي أنا وجد نظريتي لاحق يسأل لي ليش هذا اللي أنا شوفه في نظريات تانية مختلفة وكثيرة مثل عندك نظرية تركي ذمني غلطان إنه لا دكتور فيغا بانك استنسخ نفسه في هذه فهذه هو حالية دكتور فيغا بانك وهذه البنت يعني عقلها وتفكرها وتطويرها كلها انتقل إلى هذه البنت ارجعوا لجلسة النقاش تنقشنا في كل النظريات وفي يوم البث في يوم الأثنين إن شاء الله بنتنقش نظريات أكثر أنا صوتي مادة إذا تمنحظين ولا لا بدأ يروح من نص الانطباع تقريبا سبب ذلك إني أنا صورت ثلاثة أربعة الانطباع وصار خطأ تقني وانحذف الفيديو بالكامل وعدت التصوير مرة ثانية فأنا حيني نصور ساعتين ورا بعض هعيد نفس الفصل فأنا آسف جدا جدا صوتي خلاص بمسح ما قدر أتكلم أكثر من كذا أنا سعيدني قدر تخلص الانطباع نظريات والتحليلات إن شاء الله ستكون في بث يوم الأثنين فتعالونا في البث وتناقش معاكم ونعطيكم نظريات وتحليلاتنا وكل شيء وأكثر ببن الله كذلك روصان لنهاية هذا الانطباع الخدم قول معاي سبحانك الله بحمدك أشهد على الإللاد أستغرقتوا بلايك تصوروا اشتراك واللايك والشير ونشوفكم على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة